الخبر لو اللي عدنا عن وسام تيكيت واستهزاء بياسو فوسام تيكيت نزع على قناة هذا المقطع واللي كان من فقرة مأفل طبعا سؤال الحلقة كان اللي هو لو عندك جثة وينت تدفنها اي من ما كانت تشوفها فواحد من الكومنتات اللي قراها وسام رح حطولكم يا شوفو طبعا ما يعرف شين يقصد وسام بالكومنت اللي قراه فهو يقصد انه اكو شخص انت تشتتصور وياه واللي هو اكيد ياسو اما اللي قصد بالميتة فيقصد على مشاهدات قناته انه ينازل حاليا بعد ما طلعت من الفريق اما بالنسبة بالاخير فلما قال اي وحدة بيهم فهو كان يقصد ياسو او عفرة او حالة تيفي فكلهم صوروا وياه وطبعا لاشخاص الميعرفون ففقط للمعلومة فوسام تيكيت هو خافي اسم ياسو من التعليقات فهو حططهم خانة الكلمات المحظورة اللي هو ياسو وياسمين واسم ريدر وطبعا اكو شي مضحك قاله وسام تيكيت اللي هو لما قال على ياسو ميتة فالمشكلة انه مشاهدات قناتها اخر شهر اعلى من وسام عليكم يكتبوني بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم باستهزاء وسام الخبر الثاني اللي عادنا عن مسلسل التهجم المعتاد من جيش نارين بيوتي ولكن يا حبايب هذه المرة على نورستار نورستار نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب وعلي انه الدخلوا على المقطع رح يشوفون انه كل تعليقات انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي واللي هدفهم انه يجمدوا لمشاهدات على المقطع طبعا اساسا لما يعرف شن السبب هذه التهجمات فنورستار بالمقطع اللي نزلتها كان بي موفلوكس وطبعا مثل ما تعرفون فموفلوكس هو نارين بيوتي حاليا بناتهم مشاكل وما يحطوني بعض الجيش نارين بيوتي حاليا جاي يتهجم على اي شخص يصوري يا موفلوكس على مدير جاه هو نارين بيوتي فاقلبوني يا حبايا بالكومنتاج شو رأيكم بالخبر اللي صار وشو رأيكم بالتهجم اللي تعرضت لنورستار الخبر الثالث اللي عدنا عن سيدرا بيوتي وشيرين بيوتي وسفرهم الدبي فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلنت من خلاله عن سفر اخواتها الدبي فشانت كاتبة بالستوري البنات جايين على دبي كيفيني اغير انواني ولكن الاسف محددت شوقت رح يوصلون او شوقت الموعد يعني المهم الله يوصلهم بالسلامة واكيد منتظرين المقاطع الخرافية اللي رح يصوروها يا بعض الخبر الرابع اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنا هي بيسان وانس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تعتذر بي من المتابعين على تقصيرهم تنزيل المقاطع ولكن بنفس الوقت اعلنوا عن تحضيرهم المفاجأة الخرافية رح تنزل رحضوكم هذا الصور يشوفو حبايبي بعرف اني مقصرة معكم بالستوريات وباليوميات حبايبي احنا مقصرين معكم بس والله محضر لكم مفاجأة من احساسي بالزم من احساسي بالزم بطلعت بير ستوي والله عادي محضر لكم مفاجأة بوصلوا يا حبايب لنا وصلنا لنهات المقطعات من المقطع جاوكم لساستحطوا لايك تشاركوا بالقناة شاناكم في هذه المقاطمة من لكة الخصص وبس مع السلامة